ملؤها الودو والمحبة لكل المتابعين الأوفياء لفضاء الأسر الجزائرية أرشيديني سعداء دوما بتلقي رسائلكم والإجابة عنها عبر هذا الفضاء نذهب مباشرة لنتعرف على مشكلة اليوم أمينة منتيبازا تقول ابني يبلغ من العمر 25 سنة لم يتحصل على شهادة البكالوريا ثم زاولة تكوين بمعهد للتكوين المهاني منذ فشله في الحصول على شهادة البكالوريا الوالد دائما ينعته بصيفات مدمرة أنت منجحت أنت ما فرحتنيش عديد الصيفات لي وللأسف الشديد خلات المشاكل تكثر بيناتهم أستاذة خاصة في الآوينة الأخيرة بعد معاود السنة ولم يتمكن من أن يتحصل على نتائج جيدة في السوداسي الثاني أستاذة من فضلك لهذه المشاكل خلات زوجي يطرد ابني من فضلك أستاذة وجهي رسالة إلى زوجي يتدارك تصرفاته مع الابن لأنني راني حسره راح يضيع مني وراه يقول لي أنني حاب نموت أنا كرهت حياتي الآن هو راه عند والداتي لكن هذا الأمر راه مدمرني عندما نشوف أنه زوج القرب مني اللي هو زوج وابني ماشي متفاهمين لم أتحمل فراغ ابني الكبير وزوجي يقول لي أنت اللي دلعته وفششته راني حايرة راني حاب أوليدي يرجع من فضلك أستاذة وجهي رسالة للزوج هو من متابعك شكرا جزيلا لك أختي أمينة على ثقتك في هذا المنبر الاجتماعي تحية لك ولكل الأسرة الكريمة اليوم نوجه رسالة إلى الزوج والد هذا الشاب ومن خلاله لكل الآباء أكيد أنه حرصهم على نجاح أبنائهم أكيد أنه كل أب وأم يخاف على أولاده أكيد أنه كل واحد فينا يتمنى أنه أولاده يكونوا الناجحين والمميزين ودائما في الرياضة لكن علينا أن نتصرف بحكمة لأنه أنا هذا الابن ما يلزمش نتعامل معاه فقط معاملة أنه لازم ينجح باش نحبه وهذا الخطأ اللي يرتكبه عديد الأولياء خاصة الآباء إذا فشل وليده يقطع تلك الروابط المحبة يعني هنا تصبح المحبة لازم يكون فيها مقابل يعني تنجح وليدي أنا نعزك ونحبك ونكبر بك ما نجحتش ستلقى مني كل العبارات اللي فيها أني نتجرحك بدون ما أقصد لكن من منظور الوالدين أنه يقول لك أنا بهذا الطريقة رايح نخلي وليدي ينجح ويددارك أخطاء لا لا يجب أنه قدمني أبنائنا الحب المشروط لا يجب أن نتعامل مع أبنائنا في أول سقوط أو ما طب بهذه الطريقة نصيحتي للأولياء إذا فشل ابنك في محطة من محطات الحياة سواء في التحصيل الدراسي أو الميهنية أو في تكوين أنت لي لازم تكون السند ليه أنت لي لازم تكون الدعم ليه ما تتوقفش على المساندة المعنوية ما تتوقفش على الكلمات التحفيزية ما تتوقفش على عبارات المحبة والتقدير وتروح تحط بدائل لها عبارات الشتم وإنقاس من قيمة هذا الأبن لأنه أساساً هو في شلف الباكالوريا راه محبط والعبارات اللي قالهم للوليداني كارحياتي إلى آخره هي تنم عن اكتئاب وإحباط كبير لأنه رسالة مطولة حتى أنه هذا الشاب في لحظة قالها أفكر حتى في الانتحار يعني بين قوسين يصل هذا الشاب في هذا السن إلى التفكير المدمر وهو الانتحار يعني هنا درجة من الاكتئاب الكبيرة إذن نعاود نقول لك أخي الكريم ومن خلالك لكل آباء والأمهات وليدك في شل أنت تقعد تدعمه أنت تخمم معاه وتفكر معاه على البدائل لكي يثبت ذاته أنت تخليه يدارك نقائصه لأنه بهذه الطريقة أنت بعدته عليك دايماً مشاكل بيناتكم دايماً أنت تقوله الكلام هذا الجارح هو بالمقابل يتقلق وينفاعل حتى يخرجه من الدار يعني هنا رك تقول له أخي الكريم رك تقول له روح أنا لست بحاجة إليك لم تسعدني يشعر الإبن بهذه العبارات يشعر بهذه السلوكيات يشعر بهذه المشاعر السلبية اللي راي عندك اتجاهه أكيد هذا نبع من حبك وخوفك عليه لكن ليس بهذه الطريقة نساهم في نجاح أبنائنا ليس بهذه الطريقة نساعد أبنائنا في تكملة مشوار الحياة بنجاح وباستقرار ليس بهذه الطريقة بهذا الشكل أنا راني ندمر في ابني بلا منشار نعم أكيد لا يختلف إثنان في أنه حبنا لأبنائنا يخلينا بدون قسط نغلطوا اتجاههم مثل هذه التصرفات نابع عن حب نابع عن رغبة الأب في أنه ابنه يتميز لكن إذا فشل ابنك في تحصيل مدرسي نعاوده كيف فرص أخرى حتى في حالة الشاب اللي راني اليوم يعني نوجهه رسالة الوالد تاعه حتى لو أنه لم يوفق بالسوداس الثاني وعاود السانة هذا ما يخليكش أنك تطرده من البيت نرح عند الجدة لكن هنا رهو عنده ضرر نفسي كبير يظن أنه وصرته خاصة الوالد تخلى عليه رح يشعر هنا بالحرمان رح يشعر بالأذى رح يشعر أنه ناقص كذلك تنتبه مشاعرنا الدم وتأني بالضامير لهذا قال للوالدة أنا كرت حياتي أنا خلاص وكان نموت أحسن كل هذه العبارات نبيع من ضرر نفسي داخلي لهذا نقول الأولياء حتى إلى خطأ أبنائكم حتى إذا منجحش فيما صار مهاني إما صار دراسي أقول أو حتى مهاني أو حتى تكويني أو غلط ابنك في أي تصرف لازم الاحتواء لازم متجسور الثقة لازم تخلي هذا الابن يحكي لك لازم أنت تحسوا أنه الحبك ليه لا مشروط ليس بالحب المشروط لازم تنجح باش نحبك هذه اللي أمرتك بوها الأولياء لازم تقرأ باش نحبك نقول لك كلام إيجابي محفز إذا كانت لا نمدلو هذا الحنان نمدلو هذا الحبل نمدلو هذا الحماية نقول له راني معاك بالمقابل هو ماذا يكون رد فعله رد فعله المحاولة لإسعادك لرد الجميل لأنه يقول لك حسيت بي أعطيتني فرصة لكي نساهم في نجاح بناتنا وأبنائنا لازم نعطهم الفرص الحياة فيها فرص الحياة محطات نجاح وفشل لنكن نحن سبب في أننا نرمي مثلا أبنائنا إلى الإدمان على المخدرات أو إلى البحث عن البدائل الأخرى اللي وللأسف الشديد رح تكون بدائل يعني تنعكس سلبا على هذا الابن أو هذا القفل في الأخير نقول جيد سعيدة أبي ثقتكم في هذا المنبر الاجتماعي ونعود لمجه رسالتي الأولياء بالخصص فهموا ولادكم قصروا معاهم أعطوهم دائما الفرصة لتدارك الأخطاء وإن شاء الله ما شح نشوفه مثل هذه الحالات حالات اكتئاب وحتى مشاكل أسرية لخلات الأم راه محبطة وراه مدمرة نفسيا لأنها عاجزة عن توفيق بين الزوج والابن فلذة الكابد في نهاية هذا العدد تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته